ثم كيف أقترب إلى الله أقترب أحبائي بتقدم بتواضع أتقدم بتواضع بروح منكسرة لأنه مكتوب يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة اسمع ما يقول النبي إشعياء في العهد القديم إصحاح 57 والآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي قلب المنصحقين واحدة من أهم الأسئلة اللي سألها النبي ميخا في صحاح 6 بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي خلوني أقرأ هذه الآيات لأنه أحب أقرأ كل الصياق الحديث مكتوب في آية 6 إصحاح 6 من نبوة ميخا بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يصر الرب بألوف الكباش؟ برابوات أنهار زيتن؟ هل أعطي تصور حتى بيوصى الوضع هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ اسمع ما يطلب الرب قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك أتقدم بتواضع وبروح منكسرة هذه الكلمات أحبائي قيلت طبعا يعني لشعب إسرائيل وكأنه الله بيتكلم هون كقاقادي ويعني اللي بيقدم دعوة على إسرائيل أو ضد إسرائيل بسبب أنه عم بيجوا لرب بذبائح ولكن بدون إيمان عم بيعطوا الزيت ولكن يعني مجرد من الخارج وعم يتكلموا عن عبادة عن دياني وأشكال مظاهر التدين الخارجي فصدمهم يقول بما أتقدم هل بآلاف المحرقات فطبعا الجواب طبعا الله قدوس ويرى القلب أحبائي اسمع ما يقول النبي هوشع أيضا وقالها لشعب إسرائيل الغير تائب بدت انتبه للكلمات قال إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات من اللي بيتكلم هون الله أريد رحمة لا ذبيحة معرفة الله أكثر من محرقات قال يسوع اسمع نفس صدى الصوت فاذهبوا وتعلموا من الآية اللي ذكرتها فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة ملاحظة الكلام مين اللي بيتكلم الله في العهد القديم يسوع بيتكلم هنا كالله وعادة بيسألونا وين المسيح قال أنا الله هاي آية اللي بتبرهن أن يسوع الله بيتكلم يقول تعلموا أريد أريد ذبيحة أو أريد رحمة لا ذبيحة يتكلم كالله لأني بكمل لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة نجي المتة إصحح 9 والآية 12 والآية 13 تعرفوا واحدة من الآيات الجميلة اللي قالها آساف المرنم آساف في مزمور 73 قال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي وقال هذه العبارة عن اختبار من بعد ما اتمرمر حياته وتزمر على الله أخيرا دخل إلى مقادس الله مكان حضور الله وبعدين وضع كل اختبار حياته في جملة وحدة قالها أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي يعني أفضل أن أقترب إلى الله أحبائي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر